على طريقة المراسل الصحفي وتحت عنوان انظروا إلى هذه المأساة طفل يوثغ غرق شوارع الهرمات في الموصل مع أولى زخاة الماضل بنشاهد السلام عليكم سيداتي وسادتي هذه منطقة الهرمات الثانية انظروا إلى هذه الفياضانات اليوم اليوم 2023 شارع يجاعش يوم 19 انها فياضانات الشارع انظروا إلى هذه المأساة انظروا انظروا إلى هذه المأساة انظروا إلى هذه المأساة انظروا انظروا إلى هذه الفساد وسوء الخدمات وعدم تأهيل البنية التحتية كان أبرز ما تحدث عنه المعلقين علي الموسى انطوها عطلة مثل كل مرة لأن سيادة المسؤولين يعرفون كل جزين تقصيرهم وفسادهم وأن البنية التحتية لمدنهم تغرق مع أبسط زخة مطر كان استحوا صورهم مالي الشوارع على مود الانتخابات ابو يوسف الموصل صارت أم الكوارث موم الربيعين يومية تصير بها كارثة أهم شيء المسؤول قاعد بقصر والمواطن قاعد بالطين والمطار حمد الجبوري أيضا قال في تعليقه شتاء العراق بسبب سوء الخدمات يصلح أن يكون بيئة جيدة وبحيرات خصبة لتربية الحيتان والدلافين واسماك القرش مع الأسف على الأنظمة الحاكمة